وجدت دراسة بريطانية جديدة أن العدوى السابقة سواء كانت مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض لا تحمل مصاب بالضرورة على المدى الطويل من الإصابة مرة ثانية بكورونا لسيما عند المتحورات أو ضد المتحورات الجديدة تقول الدراسة أن الأجسام المضادة أو ما يعرف بذاكرة الجسم للمرض تتلاشى تدريجيا مع مرور أول ستة أشهر من التعافي أيضا أكدت الدراسة أنه يمكن قياس بصمة استجابة المناعة بعد شهر من العدوى من خلال اختبار الفحص المناعي كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا لأعراض قوية وقت الإصابة يحصلون على مناعة أقوى وتمتد أيضا لستة أشهر وتشدد الدراسة على ضرورة وأهمية حصول الجميع على لقاح كورونا حال الاستطاع لتفادي عودة الإصابة